المطلوب في قائمة الإرهاب الأمريكية والمتهم بهدك أعراض اليمنيات في سجون البحث الجنائي سلطان زابن والذي أعلنت الميليشيا وفاته بما أسمته مرضا عضال وفق بيان نعي وزارة الداخلية التي تسيطر عليها الجماعة في محاولة على ما يبدو للتغطية على الجرائم التي ارتكبها خلال فترة انتحاله صفة مدير البحث الجنائي بصنعاء قرار تصنيف الأمريكي الأخير لزابن جاء بناء على توصيات قرار لجنة الخبراء الدوليين بشأن اليمن والتي أكدت في تقريرها الأخير ارتكاب زابن لجرائم وانتهاكات بشعة بحق اليمنيين وخصوصا في حق النساء اللائية مؤيقافهن بشكل تعسفي وإنصاق التهم كيدية بحقهن لأغراض تستغلها الجماعة لصالح مشروعها وإحكام قبضتها على المناطق الخاضعة لها وإذ لا لذوي النساء اللائية مختطافهن وارتكاب الجرائم بحقهن فضلا عن ارتكابه انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان مراقبون اعتبروا إعلان ميليشيا الحوثي مصرع سلطان زابن بمرض عضال لم تحدده بالتزام مع إعلام موت الملازم أول أفراح الحرازي مديرة سجون النساء التابعة للحوثيين في صنعاء والتي كانت تخضع لسلطته المباشرة ولم تشر الميليشيا إلى سبب وفاتها وسط تسريبات عن إصابتها بفيروس كورونا يكشف حقيقة الخديعة الحوثية التي تريد من خلالها التغطية على جرائم زابن والهروب من العقاب ووأد القضية التي أصبحت وصمة عار ونقطة سوداء تضاف إلى سجل الجماعة الأسود والملئ بالجرائم والانتهاكات وينحدر سلطان زابن إلى مديرية رازح بمحافظة صعدة وتدرب على أيدي الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني ويعد المسؤول الأول عن سجون النساء في صنعاء والعقل المدبر لما تسميها الجماعة بوحدة الزينبيات ذات المهام الاستخباراتية وهو الشخص الذي أحال كثيرا من المباني والفلل في ضواحي صنعاء إلى سجون سرية لممارسة التعذيب والإخفاء القسري لكثير من المختطفين المدنيين والسياسيين